الكلمة المفتاحية اللي بقيت مدى العمر مع هذا الرجل الجليل كان ايه بقى الكلمة اللي يقولها لتلمزته وأولاده في البيت كان يقول لهم العامل إما أن يتقن عمله وإما أن يتركه لمن يتقنه لما كانوا يقولونه يا أستاذنا ايه الدقة البالغة في كتابك ده في التوثيقات الشرعية ده كتاب مرجع في بابه كتاب في جزئين كبار إيه الإتقان ده انت جايب الكلام ده منين يقولهم المرحوم أستاذنا عاطف بركات باشا يابني كان يعلمنا ويقول لي كده العامل إما أن يتقن عمله وإما أن يتركه لمن يتقنه أصل الأستاذ في التلميذ إلى هذا الحد أنه يتمثل جملته وتفضل هنا براس حياته اللي صنعت حياته كلها واللي صنعت كل نجاحات الشخص كلمة قد تصنع إنسانا وأذكر هنا الموقف الذي كان فيه الإمام الكبير علم الدين البرزالي وجلس بين ده تلميذه الحافظ شمس الدين الذهبي شيخ علماء الحديث في الأمة الذهبي يقول نظر علم الدين البرزالي في أوراقي وأنا صغير أكتب الحديث فقال لي إن خطك يشبه خط المحدثين قال فأثرت في كلمته فطلبت الحديث لهذا السبب يعني الظاهرة العلمية الضخمة اللي يمثل الحافظ شمس الدين الذهبي تعود إلى كلمة بعث فيها الهمة في نفسية الولد فتألق ونبر مرة أخرى دكتور نعود إلى هذا السؤال أو هذا الملمح وخرج تعرضت لي في حلقة سابقة أيوة المسلك الزوقي أو الأدبي أو الروحي المفترض من الأستاذ استجاه تلميذه وإدراكه إن كلمة قد تذهب بتلميذه عنان السماء وقد تميده وقد تميده أيوة بتتوجه بالنصح لكل أستاذ في مدرسة ابتدائية أو أدادي أو سنة أو جمعة أو أي من جلس في مجلس التعليم معلما يعمل إيه؟ يكون أب للطالب يصدق العطاء ماهيش قضية شوية معلومات يكتبهم على الصبورة ويمشي دي أبوة كاملة دي صناعة كاملة لشخصية الولد احذر من أن توجه إليه عبارة التأنيب والاستخفاف والاستهزاء والاحتقار لموهبته مهما صورت قد يكون طفل لسه في أولى ابتداء ولا تاني ابتداء وقد تبدو موهبته بالنسبة لك شيء مضحك ما تستصغرش ما تستهونش بأثر الكلمة على هذا الولد الولد قد تقتله كلمة وقد تصنع منه الكلمة عالما وبطلا ورجل يفيد العباد والبلاد